أنا أعلنت في لجنة ميزانيات والآن أعلن أمام الشعب الكويتي أني سأتوجه باستجواب لوزير الدفاع إذا لم يصدر بيان حاسم وواضح في عدم استلام أي طيارة إلا بعد وجود التقليل الفني للشركة ثم تحقيق فني صادر من وزارة الدفاع تتحمل في حال حدوث أي حالة أو أي إصابة لأي عنصر من الجيش الكويتي ومن طيارين الكويتيين هذا سلامة الطيار الكويتي وسلامة أفراد الجيش الكويتي ما نزايد عليكم يا قيادة الدفاع ما نزايد في الحرص عليكم لكن تستدعي التحقيق وتستدعي استلام تقارير الشركة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستلم طائرة بعد هادثة الطائرتين الأوليين معه تحفظنا على كل هذا العقد وعندي أسئلة حول هذا العقد ستتوجه لوزير الدفاع وعلى زيادة عدد الطائرات وغيره لكن أنا اليوم في حالة أمامي في كتاب صدر في عهدك يا وزير الدفاع كتاب أنا سميه في أقل أحواله غير مسؤول بس يعني هذا أقل أحواله كتاب غير مسؤول ولا يمكن يمثل وزار الدفاع الكويتية والحكومة الكويتية أنها تستهين بهذه الصورة بسلامة الطائرات وسلامة الطيارين وسلامة أفراد الجيش الكويتي نحن نحذر وننتظر وعدنا غدا في اللجنة أن يصدر بيان واضح في هذا الأمر أنا أقول يجب أن يصدر هذا البيان ويكون واضح وصريح في إيقاف استلام هذه الطائرات الذي القصد الأول والأخير بعد رضا الله سبحانه وتعالى هو سلامة الطيار الكويت وسلامة الطائرات والحفاظ على المال العام ترجمة نانسي قنقر